فمرة كنت في مطعم ودقت المكارونة دي طعمها حلو جدا جدا ليه بقى؟ علشان معمولة أو يمكن عشان بيحب الجبنة الفتة الميكس ما بين حلاوة البنجر ونعومة السوس بتاعه وبين الجبنة الفتة لطيف جدا جدا واخد تطش كده من الفلفل الحار فعملين ميكس لطيف قوي مع بعض طبعا لو حد عنده مشكلة مع الجلوتن هيستخدم المكارونة الخالية من الجلوتن أو اللي معمولة بالشوفان الخالية من الجلوتن اللي عنده مشكلة مع الألبان هيستخدم جبنة نباتي أو هيشيلها خالص من الوصفة وأكيد لو عندنا أطفال هيكلوا هنشيل كمان الفلفل الحار وممكن تستبدله بفلفل رومي المقادير بنجر مسلوق متأشر محتوط في الخلاط لحد ما بقى ناعم خالص بشوية من المياه بتاعت السلق بتاعته زيت زتون أنا أسفل زيت زتون جبنا فتة شبط مفروم عصير لمون بعد كده للسوس عمدي بنجر وزيت زتون وملح وتوم مفروم وفلفل لطيف جدا جدا وهيعجبكو قوي إن شاء الله حطيت على النار الوقت تسخن حطيت معاها زيت الزتون حنزل معاهم التوم المفروم الفلفل الحار أو الرومي حسب حتستخدمه إيه شوية من الشبط الأخضر المفروم أنا بحب الشبط جدا وبحس إن هو طعمه وريحته مميزين قوي قوي ملح وفلفل أكيد وأكيد برضو المكارونة مسلوقة بشوية من الملح معقولين قوي يعني عصي اللمون وبعدين عشان ما أعملش خطوات كتير دلوقتي قدامي حل من الاتنين يا إما أنزل المكارونة هنا وأفردها في الطبق وبعدين أنزل عليها السوس يا إما اشتغل كله مع بعضه وده اللي أنا هاعمله آدي البنجر شايفين اللون وجماله اللي اتسلق واتقشر وبعدين اتضرب في الخلاط مع شوية صغيرين من مية السلق بتاعته بصوا بقا جميل 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 مفيد جدا 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 آهو لطيف جدا جدا أقوم بقا حطى المكارونة اللي اتسلقته وطبعا المفروض تكون بقا ساعيتها سخنة هحطها هنا في طبق التقديم واخده معلقة زيت واخده ملح وفلفل بعد السلق وما تشطفتش وما تكسرتش كمان قبل السلق خلوا بالكم من المعلومات دي علشان تطلع معاكم زي بتاعة المطاعم وبعدين هقوم واخده السوس وابتدي أحطه على المكارونة وده سوس نباتي لطيف جدا وفي نفس الوقت مغزي جدا وقت الأكل أكيد هنبتدي بقا إيه؟ نقلب كله مع بعضه وبرده تاني هقول لكم ملون طبيعي لا المكارونة لطيف جدا للولاد عشان بيحبوا الألوان في الأكل وفي نفس الوقت مغزي جدا جدا وبعدين هقوم واخده قطعة من الجبنة وحاكيد هاخد رشة في الآخر من الشبط الفرش الوصفة دي كمان ممكن تكلوها بردة يعني تكلوها على هيئة سلطة وتبقى بردة وبرده بتبقى حلوة جدا اشتركوا في القناة